صح 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 مارودنا آه نبدأ بالرسوم والتعديلات الضريبية الجديدة أنت قولي اللي زادوا أنا بدي أقول السلة على التي لن تتأثر خليني أكثر محبة الأردنيين بدك تتركيني أحكيهم كلهم لو سمحتي أنت لأنه بتقبلوا منك يكبشوشي إذا بقى إذا مش عارفة والله لا لا قولي يلا أول فرد جديد فرد رسوم ولي مرة واحدة ومبلغ مقطوع ما بين 500 إلى 1500 دينار على السيارات المستوردة حسب وزنها البيكانتو بتجنن بس أكبر بفرجيكم يالله شو بحب هاي الدعاها في تعديل ضريبي خاص على المشروبات الغازية من 10% إلى 20% تخفيض الرسوم الإضافية التي سيتم استفتائها من استفاقها يا روح استفاقها آه ديفيقوها خليها نايمة إلا عشر سنين نايمة آخي ربي نقل الملكية للمركبات راح تسير بين 30 إلى 200 دينار في تعديل هذا ممتاز على ضريبة الدخان بإضافة 20 قرش على كل علبة سقائر آي برافو آي برافو آي برافو نحن نعلي عليها بالتفصيل آه وأيضا في تعديل على الضريبة الخاصة على البنزين أوكتان 95 وبنزين أوكتان 98 راح تسير الضريبة 30% وأخيرا إزالة تشوهات الإعفاءات الضريبية العامة على المبيعات من خلال تخفيض الإعفاءات لتصبح موحدة على 10% يعني بطل فيه إشي أربعة وإشي ثلاثة وإشي سي كله عشرة بالمية كله عشرة بالمية هلأ أنا راح أعطيكم قائمة بالسلع التي لن تتأثر أوكي نبدأ بالسلع الغذائية الرز ما راح يتأثر الحليب الطازج والبودرة والحليب الأطفال الطحين السكر الشاي اللحوم غير المصنعة الدجاج والسمك غير المصنعة البرغل الفريكة تحب البرغل؟ لا أحب الفريكة بموت بالبرغل عن جد؟ الحمد لله منقدر ناكله البقوليات الزيوت والسمنة بيض المائدة أما السلع غير الغذائية اللي ما راح تتأثر مستلزمات المدارس الأساسية المبيدات والأسمدة الزراعية محضرات تغذية الأطفال والأدوية البيطرية وبتحكوا معنا رفق بالحيوان هايوه الأدوية البيطرية منيح ما راح يزيدوها صح الصح صح 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 سيح ما روتنا اشتركوا في القناة